موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أعزائي وعزائي ومتابعي قناة إكوالشاد للمرحلة لكم في فيديو جديد يوم قد نشوف التراكي بالدعم سنوي عام تتبيط الظواهر التركيبية وإثراؤها سحرقم 122 من كتاب اللغة العربية الواضح في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي إذن أعزائي وعزائي وعزائي الكرام نبدأ على بركة الله أتذكر وأطبق عفوا لنعد دعم سنوي عام تتبيط الظواهر التركيبية وإثراؤها أتذكر وأطبق أولا أصل بسهم إذن هدنصيروا بسهم عندنا هنا جملة مفيدة وجملة غير مفيدة هدنصيروا بكل حاجة بكشيء دي اللي كيليق لها إذن الرحلات مفيدة هي جملة مفيدة يكشف السائح ومغارة فريو فريواتو كذلك جملة مفيدة التقطة أنا جملة غير مفيدة غير مكتملة إذن هي جملة غير مفيدة هذا كذلك جملة غير مفيدة أيورو جملة غير مفيدة إذن الرحلات مفيدة هي جملة مفيدة يكشف السائح ومغارة فريو جملة مفيدة التقطة جملة غير مفيدة هذا جملة غير مفيدة أيورو جملة غير مفيدة كذلك إذن نمر إلى سؤال رقم 2 أكون مع زمرتي الصفية السياحة الاقتصادة فعل متعدي تناول السائح السمكة في مطعم الفندق كذلك فعل متعدي إذن صافرت إلى الصويرة وصل السياح إلى المنبع فعلهما لازمان وجه الجمل فعلهما لازمان وجه الجمل فعلهما متعدي تنعيش السياحة الاقتصادة تناول السائح السمكة في مطعم الفندق فعلهما متعدي سؤال رقم 3 أملأ الفراغ بمبتدأ أو خبر مناسبين ثم أدخل على كل جملة ناسخا فعليا أو حرفيا إذن سنملأ الفراغ بمبتدأ أو خبر ومنها سنملأ وتكمل الجملة سندخل إلى كل جملة ناسخ فعلي أو حرفي إذن عندنا المتسلق ألنضيفه عازم عازم منابع أم الربيع عيون عيون أم الربيع الوفد السياحي الوفد السياحي استراحوا ببحيرة أقول مام أزجزا استراحوا واحات تايمور وافرة العطاء وافرة وافرة العطاء مياه حامة ملايق مياه السائحة منبهرة سائحة منبهرة بموسم الورود بقلعة مقون المتسلق عازم على الوصول إلى قمة عيون أم الربيع خلابة الوفد السياحي استراحوا ببحيرة أقول مام أزجزا واحات تمور وافرة وافرة العطاء مياه حامة ملايق بدافئة السائحة منبهرة بموسم الورود بقلعة مقونة إذن هذا الجملة سنضف عليهم ناس خرفي أو فعلي إذا الجملة الأولى نضيف إليها كان كان المتسلق عازما الوصول إلى القمة إذن كان المتسلق عازما على الوصول إلى القمة كما تلاحظوا هنا دخلنا للخبر كان مرفوع أو منصوب كان المتسلق عازما على الوصول إلى القمة إذن كان المتسلق عازما على الوصول إلى القمة إن عيون منابيع أم الربيع خلابة كأن الوفدة السياحية السراحة ببحيرة أجرمام أزكزا أضحتي وحات الطمور وافرة العطاء إن مياه حامة ملايق دافئة كانت السائحة منبهرة بموسم الورود بقلعة مقونة لنعيد كان المتسلق عازما على الوصول إلى القمة إن عيون منابيع أم الربيع خلابة كأن الوفدة السياحية السراحة ببحيرة أجرمام أزكزا أضحت واحات الثمور وفيرة العطاء إن مياه حامات مولا يعقوب دافئة كانت السائحة منبهرة بموسم الورود بقلعة مكونا نمر إلى السؤال الرقم 4 أنشئ مع زمرة الصفية فقراتين حول السياحة الجبلية باستخدام جمل فعلية الفاعل زائد المفعول به ظاهر تعرة وجمل اسمية تعرة أخرى إذن سننشئ واحد فقراء حول السياحة الجبلية سنستخدم جمل فعلية إما الفاعل ضامير زائد المفعول به ظاهر ولا تعرة أخرى جمل اسمية إذن تعتبر شلالات أزود من المناطق السياحية الجبلية الجميلة والمشهورة عالميا وتقع بين سسلة جبال أطلس الكبير والمتوسط يقال إن عدد منابعها يصل إلى 21 وقد بنيت أقواص من الحجارة بعدد العيون حتى لا تتساقط الأوحال والحجارة فتسد المنابع إذن هذه الفقرة فيها فعل كما طلبوا منها فاعل ضامير مفعول بظاهر وأيضا فيها جمل اسمية إذن تعتبر شلالات أزود من المناطق السياحية الجبلية الجميلة والمشهورة عالميا وتقع بين سسلة جبال الأطلس الكبير والمتوسط يقال أن عدد منابعها يصل إلى 21 وقد بنيت أقواص من الحجارة بعدد عيون حتى لا تتساقط الأوحال والحجارة فتسد المنابع نمر إلى السؤال رقم خمسة أضبط الجمل بالشكل التام وأنسج جمالا على غرارها إذن لنبدأ يتأهب الفندق يتأهب الفندق كي يستقبل وفوض السياحي ما كان للمرشد أن يتأخر لم يتأخر لم يتأخر عفوا لم يتأخر نادل المطعم عن تلبية طلبات السائحين لا تضيع لا تضيع فرصة زيارة خليج الداخ الداخ الجميلة إذن يتأهب الفندق كي يستقبل وفوض السياحي ما كان للمرشد أن يتأخر لم يتأخر نادل المطعم عن تلبية طلبات السائحين لا تضيع فرصة زيارة خليج الداخ الجميل إذن نمر إلى السؤال الأخير أكون مع زمرة الصفية فقرة نضمنها العطف بالواو ثم موضوعها شواطئ المغرب إذن كما تقرأ أنا صغيرة من عندي في الصيف الماضي ذهبنا إلى تطوان قضينا بها قضينا بها أياما أو قضينا فيها عفوا نعيد كراءة في الصيف الماضي ذهبنا إلى تطوان قضينا فيها أياما جميلة وممتعة استمتعنا بمياه الشاطئ مارتيل وكابو نيغرو لقد كانت رحلة رحلة رائعة إذن في الصيف الماضي ذهبنا إلى تطوان قضينا فيها أياما جميلة وممتعة واستمتعنا بمياه الشاطئ مارتيل وكابو نيغرو لقد كانت رحلة رائعة نضيفه وجميلة إذن أعزائي عزيزاتي الكرام كان هذا هو الدعم السنوي عام تتبيت الضواهر التركيبية وإفراؤها في التراكيب صفحة رقم 1212 من كتاب اللغة العربية الواضح في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي أتمنى أنكم تكونوا استفتوا معنا في الفيديو هذا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله أهدمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر